يضيق الخناق أكثر على الإطار التنسيقي الكيان الذي يضم الكتل السياسية والميليشياوية الموالية لإيران في العراق على أثر تلقيه ضربة أخرى في إطار الصراع السياسي مع باقي الشركاء بعد اعتراف المحكمة الاتحادية بقانونية الجلسة البرلمانية الأولى التي شهدت فوضى داخل قاعة البرلمان قبل إعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا لهذا البرلمان ووفق مصادر السياسية فإنه لم يتبقى أمام الإطار سوى حلم ضئيل بتسميته الكتلة النيابية الأكثر عددا من خلال دعوة قضائية أخرى رفعها الإطار إلى المحكمة الاتحادية وهو التعويل الأخير على هذه الخطوة في حال فشلت محاولات زعماء الميليشيات مع زعيم التيار الصدري للتراجع عن فكرة تشكيل ما سماها حكومة أغلبية وطنية التي من شأنها إبعاد حلفاء إيران عن صدارة المشهد السياسي المقبل وربما التنفيذي أيضا لا تحالف مع المالك في أي حكومة قادمة هكذا يردد الصدر في تصريحاته حتى اليوم في وقت تحذر فيه مصادر سياسية من افتعال القوى الموالية لإيران أزمات جديدة في البلاد بعد فشلها الانتخابي والبرلماني على السواء عوامل ضعف لن تقف إيران أمامها موقف المتفرج بحسب مصادر صحفية فالأخيرة تحضر خطة بديلة غير معلومة الملامح فيما لو أخفق أتباعها في استمالة الصدر إلى جانبها اشتداد الصراع السياسي في العراق انعكس سلبا على الوضع الأمني حيث زادت وطيرة الهجمات المسلحة وحوادث الاختيالات وقصف مقار حزبية لشركاء الصدر ومنازل نواب في البرلمان وكان آخرها القصف الذي استهدف مظيف رئيس البرلمان الحالي في قضاء القرمة بمدينة الفلوجة كل هذا يحدث قبل حلول موعد انتخاب رئيسي الجمهورية والحكومة القادمين حيث من المتوقع أن يستمر التصعيد بين الشركاء على تقاسم الحصص والمناصب